قال رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة اسماعيل هنية أن اتفاق أوسلو الذي وقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي لا يمكن أن يكون حصاده إلا مرا ويتناقض كليا مع خيار المقاومة وأكد هنية على ضرورة الانسحاب من المفاوضات الحالية وبناء استراتيجية فلسطينية قائمة على إنهاء الانقسام وتشكل أكبر استفاف وطني يحمي الحقوق والثوابت للشعب الفلسطيني ورأى هنية أن العودة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي محكوم عليها بالفشل مسبقا موضحا أن إسرائيل لن تعطي شيئا للفلسطينيين كما أن الشعب الفلسطيني لا يقبل أي تنازل عن حقوقه وثوابته